أقدم جسوسة في التاريخ ورغم إنها كانت زوجة نبي عاش ألف سنة يدعو للإيمان إلا إنها كانت واحدة من اتنين ضرب ربنا بيهم المثل في الكفر والخيانة فكان جزائها الإبادة من على وش الأرض مع كل اللي كانوا عايشين وقتها وانتهى هنا العهد الأول للبشرية وبدأ العهد التاني بأولادها بنتكلم عن زوجة سيدنا نوح قبل ما نبدأ ياريتنا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأتمنى إنكم تساعدوا في انتشار الحكاية من بين الأمثال اللي ضربها ربنا في القرآن الكريم عن الكافرين قصة اتنين من الستات زوجات أنبياء الأولى هي زوجة سيدنا نوح والتانية تبقى زوجة سيدنا لوت وجمعهم ربنا في الآية رقم عشر من سورة التحريم ووعدهم بالنار بسبب خيانتهم والخيانة هنا مش معناها خيانة جسدية لكن القرآن حدد نوع الخيانة اللي قام بيها لاتنين ستات دول خد عندك زوجة سيدنا لوت كانت بتبلغ أهلها عن ضيوفه علشان بيجوا يعتادوا عليهم ويمرسوا الفاحشة أما زوجة سيدنا نوح فدي كانت بتشتغل جاسوسة على زوجها لصالح قومها فكانت بترقبه وبتنقل كل أخباره لأهلها وبتنقل للمشركين أخبار الأشخاص اللي انضموا جديد للرسالة وأمنوا مع سيدنا نوح ده غير إنها ما خلتش سر في بيتها إلا وفضحته للناس وما ثابتش فرصة إلا واستغلتها في تشويه صورته ومحاربته وكمان تشويه دعوته واختلفت المصادر في تحديد اسم زوجة سيدنا نوح وما قدرش مصدر واحد يأكد ما إذا كان اسمها والغة أو والها أو وغلة أو وعلة أو نعمة بنت لامج بن متشائل بن مهيئيل واللي بيرجع نسبه في النهاية لقبيل ابن سيدنا آدم وكانت زوجة سيدنا نوح من الأغنياء أصحاب النفوذ في قومها ويقال في بعض المصادر إنها كانت بنت سلطان أو ملك وتجوزها سيدنا نوح قبل ما يبعث نبي ولما ربنا بعثوا بالرسالة كانت هي وأهلها أول حد يدعيهم سيدنا نوح للإيمان لكنها رفضت تؤمن بيه وبرسالته وفضلت على دين قبيلتها واللي كانوا بيعبدوا عدد كبير من الأصناع وطبعاً إنتوا عارفين إن سيدنا نوح دعا قومه للإيمان لحوالي 950 سنة وكان بيدعوهم في الليل والنهار كان بيدعيهم في الجهر وبيدعي لهم في السر ده غير إنه استخدم في دعوتهم أكتر من لغة للحوار لكن زي ما جاء في صورة نوح فقومه كانوا بيحطوا صابعهم في أدنهم وساعات بيرفعوا هدومهم على رسهم ويعنيهم لما نوح عليه السلام يتكلم علشان ما يشوفهوش ولا يسمعوا دعاءه ودعوته ولما يقس من قومه وأصبح مفيش أمل في هدايتهم هنا ربنا أمره إنه يبني السفينة لإنه هيهلك الكفر كلهم والسفينة هي الطريقة الوحيدة لنجاة المؤمنين وهنا بتقول بعض المصادر إن قوم نوح اتقطع نسلهم في حدود 40 سنة قبل الطفان وده علشان ربنا ما يعذبش معاهم طفل واستعداداً للطفان قعد سيدنا نوح عدد كبير من السنين يبني السفينة يقال إنها كانت 50 سنة لدرجة إن بعض الروايات بتقول إنه كان بيزرع الشجر ويسيبه يكبر وبعدين يقطعه وينشفه علشان يستخدمه واقصاد كل اللي بيعمله كانت زوجته فره يحاول جاية تتريق عليه وتتهمه بالجنود وتجيب أهلها يتريقه عليه وتفضل تسأله هو أنت بتعمل اختراع بيمشي في المياه واحنا عايشين في قلب الصحراء وبعدها قام الطفان وأخذ كل المشركين ونجا المؤمنين بالسفينة وباقي القصة اللي حضراتكم عارفانها وعايز أقول لك إن نوح في الطورة مش نبي هو بطل شعبي وزوجته نجت من الغرق في الرواية الطورتية وكانت من ركاب السفينة ومغرقتش وإن لها قصة بعد الطفان هنحكيها بعد شوية لكن الكلام عن نجاة زوجة سيدنا نوح واركوبها للسفينة بياخدنا للحديث عن موضوع مهم وهو إن سيدنا نوح كان ليه أكتر من زوجة وإن اللي نجت زوجة غيرها وده موضوع مطروح لكنه مختلف عليه يعني فيه مصادر قالت إنه تجوز بس من والها وإنها أم أولاده حام وسام ويافس ويام وكانت مشركة بالله وبتعديه وبتحربه مع المشركين ودي ما ركبتش السفينة مع سيدنا نوح وغرقت مع اللي غرقه وبالمناسبة حام وسام ويافس وزوجاتهم كانوا من المؤمنين فنجوا في السفينة مع الناجين وبيهم بدأ العهد التاني للبشرية وتعمرت بيهم الأرض بعد ما أبيدت البشرية الأولى بالطفام لكن الإبن الرابع يام وده كان أصغر أبناء نوح وكان مشرك بالله ولم يؤمن بدعوة أبوه رغم إنه عايش في بيت النبوة فده رفض يركب السفينة وقال هطلع فوق الجبل لكنه مات مع علماته وده أشار له القرآن في الآية 42 من سورة هود لكن في مصادر بتأكد إن زوجات سيدنا نوح كانوا فعلا اتنين واحدة منهم مؤمنة وموحدة وقالوا إنها هي اللي كانت أم أولاده سام وحام ويافس وإنها فعلا طلعت على السفينة ونجت مع الناجين وبتقول نفس المصادر إن يامل ابن الرابع لنوح هو ده اللي ابن والها المشركة وده السبب في إنه كان كافر وفي قصة ذكرها الطبري في كتابه القصص بيأكد فيها زواج سيدنا نوح من سيدة أخرى وبتقول القصة إن سيدنا نوح كان بيميل للعزلة عن إنه يقعد مع قومه وعشان كده سكن مكان بعيد في الجبال الكلام ده قبل النبوة وكان عمره ربعمية وستين سنة فجاء له سيدنا جبريل في المكان اللي قاعد فيه في الجبل وقال له مالك معتزل الناس ليه فقال له لإن قومي ما يعرفوش ربنا فاعتزلتهم فقال له جبريل جاهدهم فرد نوح وقال له ما عنديش طاقة ليهم وممكن يقتلوني فسألوا جبريل لو اديتك القوة كنت تجاهدهم فرد نوح وسألوه انت مين؟ هنا رد جبريل بإنه صاحب أبويه آدم وإدريس وإنه جاي له بالبشارة وهنا لبسوا توب الصبر وتوب اليقين والنبوة وأمروا إنه يتجوز من عمورة بنت حمران لأنها أول واحدة هتؤمن بيه وفعلا لما رجع يدعو قومه سمعت عمورة كلامه وأمنت بيه واتجوزها وخلف منها حسب نفس الروايات حام وسام ويافز بالإضافة لتلات بنات هم حصوة وصارة وبحيورة وطالما بنتكلم عن كل القصص اللي تكلمت عن زوجة سيدنا نوح ففي قصة صعب نعديها والقصة من العهد القديم بتقول القصة إن فيه دلائل بتؤكد وجود زوجة نوح على السفينة وإنها نجت وخرجت من السفينة سالمة لكن فيه احتمال تكون زوجة نوح خانته بعد الطفان وإنه معرفش بموضوع خيانتها لكنها ورغم نجاتها ما تذكرتش تاني بعدها فهل كفرت بعدها ولا نوح تجوز من غيرها هنا الطورة ما فسرتش لكن الكلام ده بيودينا لمنطقة مهمة وإحنا بنتكلم عن زوجة سيدنا نوح لإن زوجة سيدنا نوح جا زكرها في القرآن مرة واحدة بس في الآية رقم 10 من سورة التحريم وفيها بيقول ربنا سبحانه وتعالى إن زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط استحقوا العذاب لإنهم خانوا أزواجهم وإحنا قلنا قبل كده إن الخيانة المقصودة مش خيانة جسدية لإن مفيش زوجة نبي ربنا خلقها تقدر تخونه في شرف لكن العلماء والمفسرين وقفوا قدام آية تانية بتتكلم عن يام ابن سيدنا نوح ولي بتقول مصادر كتير إن اسمه كان كان عام وهي الآية 46 من سورة هود وفيها بيقول ربنا لسيدنا نوح عن ابنه إنه مش من أهله وإنه عمل غير صالح وهنا وقف كتير من المؤرخين محترين يعني إيه الكلام ده يعني إيه ابنك مش من أهلك هل الإبن اللي بتكلموا عنه مش ابن سيدنا نوح مش من صلب يعني وإن موضوع الخيانة اللي جاه في العهد القديم حقيقي والحقيقة إن الكلام ده لا يصح ورفضوا المفسرين جملة وتفصيل وقالوا إن المقصود بإنه مش من أهله هو إنه مش من الأهل اللي وعدوا ربنا بإنه هينجيهم لإنه ما كانش مؤمن ولا كان صالح وبالتالي ما بقاش فيه صلاة ما بينهم لأن الكفر بيقطع العلاق على العموم وسواء كان سيدنا نوح تجوز من سيدة واحدة أو من اتنين أو من ثلاثة أو أربعة حسب بعض المصادر فالقرآن كان واضح وأكد على إن زوجته كانت مشركة وضرب بيها المثل لهدف وهو إنه مهما كانت صلتك بالصالحين ومهما كنت قريب قوي وملتصك بيهم قوي فأنت مش هينفعك غير عملك بس كده يا رب ماكنش طولت عليكم وكن حكيت لكم الحكاية اللي كانت معي النهاردة بشكل مبسط وسهل كان معاكم أخوكم ناصر حكاية سلام عليكم